السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حكم شباب جنا فيديو جديد حلقة جديدة راح نحكي لكم اليوم قصة او راح صيرك اليوم جبعة راح نزل لكم قصة ونحكي فيها عن مشاكل وشغلات حياتني اليومية وممكن عالجها او احكي لكم قصص صارت معي او عبرها او اشياء ممكن تشارككم وتفيدكم بهذا الاشي بحياتكم وحاب كمان اشارككم ببعض المعلومات او التجارب اللي انا عاشتها او التجارب الاجتماعية او التجارب اللي صارت معي وانا اكثر ايامي عاشتها واكثر ايام مثل ما يقول كانت حياتي ما فترة اللي هي من ال 18 ل 22 هير اكتر شي كنت اكتفتي فيها كانت مرت ما قبل الثورة ومع بعض الثورة سنتين طبعا ما جيت لتركيا ما ظل في هال اكتفتي الكبير فيه كم شغل رسالات معي بس مو هالكتير بس ولكن فترة ان انا كنت في سوريا ما قبل الثورة ومع بعض الثورة كثير كان معي اشياء كانت صير معي فراحكيكم عن هذا الاصص هاي وشارككم معها شاركها معكم ان شاء الله كل يوم جمعة رح يكون فيه فيديو بيحكي عن حين تجارب اللي انا عاشتها وفيه منها عبارة في منها اشياء مهمة ممكن بتفيدكم بحياتكم بالمستقبلكم ممكن هاي الفيديو بتشوفوها هلق ممكن بفيدكم للمستقبل انكم تهدوا معلومات مجانية انكم لكم ممكن ان تكونوا بالمستقبل تحتاجوا لمعلومات وما تكون موجودة حتى يعملكن عليها فممكن انتم تستفيدوا هالمواضيع هاي الفيديوهات والكلام اللي انا رح احكيه لما رح تكون انت بالحاجة لقلو ما رح يكون في عندك انترنت او وسيلة التواصل انك تقدر تسمع هالمعلومة اللي انا رح احكيها هل او الفيديوهات رح تكونيه كل يوم جمعة ان شاء الله بداية انا رح احكي عن الوباء اللي هلأ منتشر بالعالم ومسوي متل ما يقول اكتئاب ومسوي السجن كبير للكوكب وكل الناس مهزجوني فيه ببيوتها احكيكم عن هاي التجربة اللي انا عاشتها خلال ايام في ثورة السورية وقال في الفين اتناش دخل اه بالفين اتناش شهر اه السابع ما اذكر رمضان ظهور جيش رحر حلب وقت اندخل كانت التجربة اللي صارت بعد ما سيطر على نصف المدينة التجربة اللي كنا عايشينها او عمو بشهر رمضان هي لاني كان شهر رمضان شوية متقلبين ما بعد شهر رمضان نفس الحال اللي هلأ نحنا عايشينها بسبب الفيروس نفسها تماما ما حسنا بفرق كتير كبير بين هاي الفترة وهتيك الفترة بالعكس انا هلأ قلت هاي الفترة بعتبر حالي مستمتع اكتر من هايك الفترة وعلى العلم لا يقارن اللي عبصير بسبب الفيروس يعني اللي عبصير هلأ قمتوا عليكم كل اياته انتو تعتبروه شغلة عظيمة جدا انه انا نحبس في بيدي انا ما عم بادر اطلع انا ما عم بادر اروح انا عم بادر عم ملعم انا 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 بالخوف اللي عايشه بسبب المرض هذا كله لا يساوي عشرة بالمية من تجربة الحرب تخيئنا فبشان نكون بعلمكن هاي المواضيع لازم تكونوا منتبهين فيها يعني انا هلا رح حكي لكم انا قرر لكم اياها بس انتو كل شي ضربوه بعشرة تمام حتى تعيشوا تجربة الحرب او انكم يعني انكم تعرفوا انه انتم عايشينه حاليا انتم بنعمة من رب العباد ملكم في نقمة ولا تعتبروا انه هذا الفيروس هو شي يعني جدا كارثي ممكن يكون هو جدا شي ايجابي لانه حتى يقوين حلقاتنا الاجتماعية بيعلمنا كتير اشياء يثقفنا ويفيدنا بهذا الاشي طبعا هون احكي لكم انا شوية نصائح كمان انا شو صار معي خلال ايام هاي نفس اللي كنا عايشين اهون بداية احنا نحكي عن ايام الفيروس اول شي اللي اللي صاير هلأ هو حجر صحي ما يصير الناس تطلع ما يصير تطلع من بيوتها ما ما يصير تلتقي ما يصير تحكي مع احدا ما يصير تبركه مع بعض او سوي تجمعات نفس الاشي كانت خلال ايام حر طبع مو بس هدول الاربع في كتير اشياء صارت كمان معنا بس هدول الاربع هلا انتو طالبينها منكم منظمة الصحة العالمية نفس الاشي صدر معينا نحنا طبعا بالبداية كيف هزمان نطلع من بيتنا كنا من نطلع من بيتنا ان كان في قصف طيران ممكن مجرد ما نشوف الطيارة انه انت ماشي في البيت وتشوف انت بالشارع المكان انت تتحرك فيه ممكن تجي تقصلك فكان هذا الاشي بسوي مشكلة جدا كبيرة فعلى لازم انت ما تتحرك او ممكن نتحرك بس ولكن تحركاتنا بتكون خلال وقت انه مجرد ما نسمح صوت طيارة لازم نختفي انه الشاوارع كلها يضا فكانت هاي احدا اهم الاشياء مثلا انتو تكونوا يماشيين بالشارع ومجرد ما نكون تشوفوا دورية فورو انت تتخبوا او ممكن تبرك قدام باب البيت وبس شوف الدورية اجت او اسمت صوت دورية تختفي وباقي الدول المجورة اساسا عايشين نفس التجربة او ممن هون عم حاولوا ان هون يخففوا يعني بدون ما يستنون الدولة ان يعرفوا الدولة ما رح تتحمل اذا صار وباء موجود في البلاد هاي التجربة الاولى انه ما يستطيع تتحركوا نفس بالشارع نفس الشيء حيثنا عايشينها بالتجمع اللي هي ممنوعة كانت بشكل عام ليش تجمعات كانت ممنوعة بشكل عام لاني مجرد ما انه انحصل في التجمع طبعا شو اللي نحصل بالتجمع في عدة كانت او السوساء اللي حتى النظام يحسب وينما كان التجمع خصوصا كانت فترة الليل ان الناس محد فاضي بنهار يسوي تجمعات ويبرق وكان تديق الايام كانت صحيح فمح كان حدا يصير في تجمعات اساسا فكانت تصير تجمعات بالليل وما يصير التجمعات بالليل كده حدا رح يشغل ضو او يشغل الداحة او بيشغل المهم ومجرد ما انه يشتغل ضو هاي اشارة للنظام وينما كان في ناس فلذلك كان يفضل انه ما يكون في تجمعات حتى لو كان في تجمعات يتم مثلا تشغيل ضو او كذا بحيث ما ينظهر للشارع او لا يظهر للجو العام حتى ما نعرف تقريبا حاليا انتوا فاضي لانكم منوع التجمعات بسبب ان ما ينتشر الفيروس او سنتشر ما يكون ينقل لكمية جدا كبيرة وبعدين بسهولة انتشار جدا كبير نفس الشي نقطة الثالثة اللي كانت موجودة عنا اياها هي التباعد الاجتماعي اللي هلق انتم عايشينها اللي عريدوا لكم ما يسير تبركوا اتنين كان بعض او ما تقلوا بين كل شخص وشخص مترين كتباعد اجتماعي طبعا هاي كمان كانت مفروضة علينا اللي هي لازم وقتا نسمع صوت الطيارة لازم كل واحد فينا يبعد عن التاني ما يعادل المترين ليش انه في حال من قصف البيت او انقصف اي مكان او انقصف او اسمانس والقذيفة نزلت طبعا هذا الحكي ما يطبق بس خلال سمع صوت الطيارة خلال وقت النهار كمان انه يفضل الناس كده ما تكون ما يكون متوجدين في الغرفة كل واحد يبرك في الزاوية او مسافة مترين تقريبا بس وحنا كنا نفرضه على بعضنا بالزوايا نبرك بشان نريح انا من هالاشياء اللي طبعا ليش نبرك بالزوايا لان الزاوية تكون اقوى من النقطة للحماية من القصف ونفس الاشي هلا مطلوب منك تحمي مترين بينك وبين الشخص هي نفس المدة كان لازم ناخد مسافة مترين يعني البيوت كلها كان تجي ثلاثة متار او اربعة متار يعني مترين ما هي شي زيادة نفس الاشي فكنا ناخد الزاوية بشان نزل صار في قصف كنا محميين او او اذا انا تصوبت في حدر ثاني او او اذا الشخص ثاني اه انا بروح اصعفوه او بخبر الناس وفيه هون شخص اصيب بشان ناس اصعفوه كانت هاي السياسة المتبينة عليها طبعا احنا بنكنا ناخد هاي المعلومات اللي هلأ انتم موجودة عندكم في موجودة منظمة الصحة كل العالم حكيتكم اياها بالتوك توك بالويسوك في الانستجرام باليوتيوب بكل مكان حكيتكم هاي المعلومات نحن ما كنا ناخد هاي المعلومات كنا ناخد هاي المعلومات عن طريق عبارة عن شريط اخباري بيطلق قناة حلب اليوم بيطلع من تحقق بيحكي لنا شو لازم نحكي نعمل وبس والباقي نحن هو شطرتنا وتعملنا ما طبعا هذا بعض الاوجه طبعا نحن شو كمان استفادينا طبعا هذا الاشي ولدنا كمان في فوائد علمنا شو لازم نتصرف بسرعة شو لازم نكون واعين بمشاكل اللي عد تصير حوالنا ما رح احكي لكم عليه هاي لانه هذا جانب جدا طويل وجدا كبير لازم بتحبو احكي لكم عنه فيديو كامل نزل لكم عنه شو لازم تعملوا في هيك حالات كاريتية ممكن تصير معكم ايش لازم تعملوا اسعافات اولية ايش لازم تتعلموا هلأ انتم بالفترة انتم يقولوا السلم هاي شارات لازم تعلموها انتم موجودين كما بتعرفوا فيروس لما تطلع كنتم باركين ما يكون خبر ما سعود على التلفزيون غير بكرة اولو بكرة تسكير المدارس بشكل نهائي الى اعلان اخر طبعا اول شيء يعني ان اسبوعين هلأ مددوا راح يعلنوها الى لا نهاية ما حد يارف انت هتفتح المدارس حتى يتم ايجاد علاج هذا الفيروس وانهاؤه متل ما انتم كنتم باركين ما اسمعتوا غير الخبر طلع على التلفزيون هذا ولكن لازم تعملوا هذا الاشي انتم لازم كمان تحطوا في رأسكن ممكن اي لحظة بتنقلب الموازين بتنقلب الدنيا وصير شيء ما يكون موجود فلذلك في بعض النصار هسابة حبوب احكي لكم عليها شو لازم تساووا بفيديو تاني اكتبوا لي هذا احكيه بالتعليقات حتى احطوا بالي هذا الاشي. هلان احنا بعد تقريبا اسبوعين متل ما يقول راح تسكيه اجاد الفكرة. طبعا ممكن هذا الوباء ممكن يستمر لمدة شهرين او ثلاثة والله اعلم ان شهد ممكن لانه هلا طبعا بالبداية المدرسة عنها تسبوعين عطلة وبعدين هلا عملوها لنهاية الله وعلم امتى راح تنتهي العطلة. راح ننتمت على هذا الاسلوب حتى نحن نحدد شو راح نعمل خلال هاي الفترة اللي راح تجينا بالمستقبل ان شاء الله. انتو هلا حواليا فيتيني فترة ملل وزهق جدا كبير. انا بوصحكم بالبداية انكم تبلشوا تطوروا فيها من انفسكم طبعا نحن بعض ما مرينا بهاي التجربة وخصصة الشهر هاد وبلشنا نحن نفكر ان احنا سرنا هذا الحقي صار موجود عنا واقع مش هي تغير مستحيل عنا خيار واحد اما انا اقلم او اننا نبحث عن حياة جديدة. حاولنا نتاقلم انا حاولت قريبا ست شهور نتاقلم على الوضع الموجود. وحولت نعمل كتير اشياء وعملت كتير اشياء خلال وجودي ست شهور في مدينة حلب بعد ما دخول الجيش لحور حلب. بس ولكن ما ادى لأي اشي اي نتيجة وحسيت ان هذا كله عالفاضي. فبلشت ان ابدأ خطة لأبدأ حياة جديدة. وبلشت حياة جديدة وسفرت على تركيا وفرعا بلشت حياة جديدة. وكنت كمان عم بفكر ان اولو على اوروبا وابلش كمان حياة جديدة. بس ما اصدر لقسمة. المهم اللي احنا في تركيا وبلشت حياة جديدة. طبعا انا ما جيت لتركيا كان ما معي اي اشي. لاعلم اللغة لاعلم اي اشي تفاصيل كتير. طبعا خلال الست وشهر انا تعلمت فيها كتير شغلات فقدتني كتير مجدرة تركيا. كمتل ما بتقولوا هي الخميرة الاساسية اللي انا جيت فيها. طبعا هاي الفترة انتو رح تعيشوها الاول عايشين هلق. تعتبر هي فترة ذهبية. ذهبية بجد. انكم تستفيدوا منها باكبر قدر ممكن من حياتكم اليومية. فلشو فيها بحياتكم اليومية. انا بنصحكم من نجحة نظري. امشوا على القاعد اللي انا حاططها بحيات اليومية. كل يوم تعلّم له كلمة جديدة. كلمة جديدة بحياتك تنزو القاموسك. كلمة هي ما هي المقصود فيها المعنى العام. المعنى اأنه كلمة كلمة مثلان كلمة مرحظة او معنى شو بعناتها او ممكن تتعلمها بالغواية الثانية. انا قسم الجدي العبر هftig مثل كلمة مثلا مبالغة. كلمة هي كلمة مبالغة بس ولاك حتى تفهم كلمة مبالغة لازم تفهم تأخذ امثلة على هذه الموضوع المبالغة حتى تفهم كلمة مبالغة او او كلمة مجاز. هالكلمات هاي بشكل عام. فهمتم شنون؟ فانا قاعدتي بالحياة كل يوم بتعلم كلمة. وانتوا بهالفترة الليلة موجودين فيها العايشين في هالحجر الصحي اللي انتم عايشين فيه يوم اللي يتواصلوا مع ناس بس فيها عندكم انترنت. عايشون شو سوشيال ميديا. عندكم اكتب الكترونية ممكن تقضوها كلها عليها. تحاولوا انكم تقرأوا تبحسوا طبعا راح تشعروا بالملل طبعا انا بعرف هذا الاشي واسق انكم راح تشعروا بالملل او ممكن انكم تكون عندكم هلا حماس عالي وتبلشوا ممكن تبلشوا تقروا مسلا اليوم كتاب مسلا او نص كتاب او عشرين صفحة او بتبركم نص صباح الاخر نهار راح تقروا بس راح توصلوا بعد ثلاث اربعة ايام راح توصلوا لمرحلة الملل والزهق ولذلك انا بنصحكم بتبلشوا حاليا عبارة عن انكم تحطوا برنامج انه اليوم نحن لازم اه نقرأ من هذا المجال صفحتين او ثلاث صفحات او نفهم اليوم هذا البحث ونفهم كمان معه مبحث من جانب اخر مسلا نحاول انه نحن نوز في مجالاتنا العلمية بنوسع مسلا نقرأ مسلا انا عم بدرس كيميا بوسع اكثر الكيميا وبدرس فيزيا بدرس اكثر فيزيا بدرس هندسة بوسع اكثر بعلم الهندسة عم بدرس ادارة بدرس بوسع مجال الادارة بفهم شون التسويق شنون بيصير بدخل بمجالات اكثر تعقيدا حتى احاول اني استوعبها ببحث عن الاشياء المرتبطة مع فرعي او مع دراستي او مع حياتي حاول اني وسع فيها بس هذا الحكي انا حبيت اوجه لكم فيديو واشحرك لكم فيه عن تجربة عشتها وهلأ انتم عايشينها وكنت مضرور فيها وبعدين حاولتها من انضرر للفائدة انا حبيت اشاركم هذا الفيديو وحكي لكم شنون لازم تستفيدوا من خلال فترة هاي الحجرة الصحية انتم عايشينها شو لازم انتم تعيشوا هاي الفترة للحجرة الصحية شنون لازم تتفاعل معها شنون شنون هي كنن احنا تجربة عشناها اه كتير ناس عاي تنقض على الشعب السوري بتحكي عليه وحتى كمان هي فرصة انكم انتم تشعروا حواليا بالشعور انتم حاسينه هلأ انتم شنون مزجونين في بيوتكم نفس الشعور عاشوا الشعب السوري بكافل طوافه بكافل طوافه وكافة محافظاته ومدنه وفي كافة الاماكن عاشوا هاي التجربة انتم عايشينها هلأ بعشر اضاف وطبعا انها عايشينها بس انها متاقلمين خلاص ما بتفرق معهم يعني متل ما يقول انت عندك بتشتغل بيشتغلوا بالحجر وهيك طايدهم من هون من كثرة ضربة او من كثرة ضغط ليده مسطمة او الجلد ميت فخلاص ما عاد يأثر عليهم هاي العاشات الحياة اللي عايشينها فلذلك بتلاقيهم يعني خلاص بيالك عشنا عشنا متنا متنا ما عاد بيهم علينا الحياة نحن عشنا اكتر وشفنا كتير وجربنا كتير بس عم بحكي مع الناس اللي ما جربت وعكي ده انا فيديو التابعي ما رح يصير لانا السوري لان سوريا نسازم مع دون نت انا عم بحكي مع العالم اللي عندهم نت اللي عايب شوفوا هذي الفيديو بس كنا هون خلاص الفيديو ازا عجبك حطنا لايك وانتظروا ان شاء الله بسبوع الجاي رحكي لكم تجربة جديدة وشغلات جديدة وشنون تتفاعلوا مع هالمواضيع هاي وزا تحبوا كمان احكي لكم شو انا اتعلمت خلال ايام هاي رح تفيد كم اه شغلات علمتها خلال ايام الحرب ممكن تفيدكم بالاي ايام انتو عايشينها ازا تحبوا احكي لكم عنها اسبوع الجاي ان شاء الله تبلي بتحقيق التعليقات بس والسلام عليكم وبركاته باي باي لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده وما تنساش تعمل للقناة وادفع على خدمة الجرس علشان يوصل لك كل جديدنا